منذ توليه مقاليد الحكم أولى الرئيس عبد الفتح السيس اهتماما كبيرا بالقوات المسلحة لرفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتلي لتكون على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ كافة المهام والدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية حدوده الاستراتيجية على دميع الاتجاهات جيش المصري جيش قوي صحيح ومن أقوى بيوش المنطقة صحيح لا تأل القيادة السياسية جهدا في تقوية وتدعيم القوات المسلحة في مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية فمنذ عام 2014 كثف الجيش المصري بشكل عاجل خطة لتطوير تسليحه على كافة المستويات وقد ظهرت ملامح ومؤشرات خطة تحديث القوات المسلحة المصرية بعد الثلاثين من يونيو فقد سعت مصر إلى تنويع مصادر التسليح وتطوير البنية التحتية لقوات المسلحة وذلك عبر توقيع وإبرام عدد من الاتفاقات في مجال التسليح لدعم كافة الأفرع البرية والجوية والبحرية تجلى ذلك بوضوح في تجهين مصر لعدد من القواعد العسكرية فقد افتتح الرئيس السيسي في يوليو من عام 2017 قاعدة محمد نجيب العسكرية للتدريب العسكري بمدينة الحمان في محافظة مطروح وهي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان وفي يناير عام 2020 افتتح الرئيس السيسي قاعدة بيرنيس على البحر الأحمر جنوب شرق البلاد والتي تضم قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية وتمثل نقطة مركز إضافية للأسطول البحري الجنوبي بجانب قاعدة سفاجة البحرية افتتح الرئيس السيسي قاعدة الثالث من يوليو البحرية بجرجوب على ساحل المتوسط وهي المسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط من ناحية أخرى عملت مصر من خلال تحديث البنية العسكرية على تنمية قدرات الردع من خلال الوصول للقدرات القتالية الحديثة في المجاري البحري والجوي حيث نجحت في الحصول على سهن الإنزال البحري من الفئة ميسترال ناهيك عن الفرقاطات الفرنسية من تراز فريم تحيا مصر والغواصات الألمانية من الفئة 209 والفرقاطات الألمانية من الفئة ميكو 2000 وعلى صعيد القوات الجوية حصلت مصر على المقاتلات الفرنسية متعددة المهام رافال والمقاتلات الروسية متعددة المهام ميك 29 ام تو لتعمل جنبا إلى جنب مع المقاتلات الأمريكية الصنع F-16 التي تعتبر مصر من أكبر مشغليها في منطقة الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالمروحيات المقاتلة تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع K-52 لتصبح رابع مروحية مقاتلة تنضم للأسطول الجوي المصري بعد المروحيات الأمريكية أباتشي والمروحيات الروسية M-24 ومروحيات الاستطلاع الخفيفة جازر جملة من الدوافع والأهداف الواضحة التي جعلت القيادة السياسية تنتهج نهجا قائما على التحديث المستمر والمتواصل لمنظومتها العسكرية ورفع الكفاءة القتالية لعناصر الجيش المصري من أهمها المحافظة على الأمن القومي نظرا لتنامي التهديدات وارتفاع منسوب المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية